صباح الخير عليكم طبعا كل التحية ليكي زميلة العيس الانهواند والزميل العيس كريم وكابتن طبعا الكابتن وسام عربي بالتأكيد طبعا يعني النادي الآلي وهذه المرحلة مرحلة غاية في الأهمية لأن هي مرحلة إعداد في وسط الموسم ويمكن دي بيكون مهمة جدا لميستر كولر الحقيقة يعني هقدر أقولك النهاردة تدريب فريقا للنادي الآلي يعني اليومين اللي فاتوا أو الثلاثة أيام الماضية كان الساعة ثلاثة عصرا لكن يعني زي ما بنقول فيه تغيير شوية فيه الموعد بالنسبة للتدريب النهاردة كان عشر ونص صباحا لكن فيه استعانة كبيرة جدا بعدد من لعب النادي الآلي من قطاع ناشئين يصلوا إلى اتناشر لعب للسد نقص العدد يعني الراجل بيحاول أن هو يعمل أمور عديدة جدا سوائج الشغل البدني أو الشغل التاكتك فبيحاول أن هو يكون فيه عدد وافر من اللعبين عشان كده النهاردة بيصل إلى اتناشر لعب متوجدين مع فريقا للنادي الآلي مع كل المجموعة المتوجدة ليه أداء التدريبات الفترة القادمة هتكون فترة مهمة جدا يعني من خلال كان هوندو من خلال عشر الصبح في الآلي عايز أقول طبعا يعني للنادي الآلي خلاص يمكن تم الاستقرار بشكل كبير جدا على معسكر خارجي فيها الإمارات يعني إن شاء الله بإذن الله يكون السفر غالبا يكون يوم عشرين معسكر يكون ثمان أيام يكون فيه مباريات تودية أمر مهم جدا الحقيقة ويمكن المجهود الكبير اللي بيبذل من مجلس إدارة النادي الآلي بالتنسيق مع لجنة الكورة مع مصر كولر عشان يكون فيه استغلال دقيق جدا لهذه الفترة سواء استغلال فني أو أيضا كمان أن انت تحاول يعني يعني العيبة طبعا سواء وسام الصفقة الجديدة يكون فيه انسجام يخش طبعا مع العيبة بشكل كبير فمرحلة مهمة جدا الحقيقة خلال الفترة القادمة لكن بعيدا عن هذا الأمر أيضا كمان عندنا عدد من اللاعبين المصابين برضو الفترة دي بالنسبة لهم هتكون فترة مهمة لأن احنا محتاجين الفترة القادمة نكون يعني فول تيم زي ما بنقول فعشان كده إن شاء الله بإذن الله المعسكر يكون موفق الجهاز الطبي بيقوم بدور كبير جدا مع كل اللاعبين الحقيقة سواء متولي أو عبدالقادر وخلد عبدالفتاح الحقيقة يمكن كمان الإصابة الأخيرة في العضلة الخلفية كل اللاعب الحمد لله يمكن يعني على أتم الاستعادة إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة الأمور طيبة جدا ليه فريق النادي الآلي بالنسبة للتدريبات في حاجات كلها يعني مش هنقدر نقول حاجات فيها قوة وحاجات فيها بدني على قد ما هو فيه تدريج بشكل كبير جدا الحملة التدريبي يا رب إن شاء الله بإذن الله الفترة القادمة وتحديدا معسكر فريق النادي الآلي يكون في استفادة كبيرة جدا لأن القادم يكون صعب سواء على مستوى المحلي أو المستوى الأفريقي وتحديدا أيضا كمان بولاة شباب الوزدادة الجزائري اللي بيستعدلها النادي الأهلي بكل قوة يارب إن شاء الله النادي الأهلي يستغل هذه الفترة بكل قوة ويعود من جديد لسلسلة الانتصارات بشكرك جدا يا كريم بس قبل ما نختم معاك عشان برضو سيدا المتابعين دلوقتي يتطمنوا ويتأكدوا أن احنا عندنا قطاع ناشئين قوي خلينا نعرف منك لو عندك معلومات عن تقييم مارسل كولر برضو لبعض العناصر الانضمت من الناشئين للفريق الأول يعني خلينا نعرف منك برضو نتطمن يعني بالتأكيد طبعا كاتن خلاب بيبلو دور كبير جدا قبل طبعا وجوده فيه كمدير الكورل لأنه عنده رؤية كبيرة بعدد من قطاع ناشئين وأيضا كمان يمكن مستر كولر سواء سين المكارل لمحل الأداء وأيضا كارلوس طبعا مدير فريق النادي الأهلي بيتواجد بصفة مستمرة في قطاع ناشئين بيتابعوا التدريبات بيتابعوا المباريات فيمكن الانتقاء هنا كان مهم جدا 12 لعب الحقيقة موزعين طبعا على عمار سنية مختلفة الراجل بيحاول في هذه الفترة أنه هو يعني يطلع 2 أو 3 لعيبة في الفترة دي هيستغلوها بشكل كبير عشان كده قطاع ناشئين ولعيب اللي النادي الأهلي عليهم دور كبير جدا في هذه الفترة لإثبات الزات كالعادة أنه هو لعب يستحق أنه يرتدي قميص النادي الأهلي في قطاع ناشئين أو أيضا كمان تكون عنده فرصة مهمة وكبيرة جدا مع فريق الأول الحلم الكبير جدا لأي لعب بيتواجد في قطاع ناشئين كل لعيبة الحقيقة المتواجدة ل 12 لعب تحديدا لعبين مميزين جدا في هذه أقل مرحلة لكن التقييم أنت عارفة أنه هواندي يعني مش نجد أن نقول كده لما نشوف في المباريات الودية نشوف في التدريبات اللي فيها كورة لأن أنت عارفة يعني بتبقى أمر مهم أنت تكون مع الكوكبة الكبيرة جدا دي وفي نفس الوقت تحافظ على نفسك وتحافظ على اللاعبين فنقطة مهمة جدا للفترة القادمة إن شاء الله من خلال المباريات الودية ومن خلال المعسكر كمان يظهر عدد من النشئين يستفيد بهم النادي الألي بشكل كبير جدا خلال الفترة القادمة فرصة كمان قبل ما نختم معك كريم نعرف منك بالنسبة لآخر المستجدات في النادي الأهلي طبعا وسامة بوعدي وعرفنا أنه نضم النهاردة طبعا مع الفريق للتدريب فشايف كواليس تواجده وإيه وعلاقته بالكل اللعيبة عاملة إزاي؟ الحقيقة يعني زي ما بنقول لعبة النادي الأهلي بخبراتها الكبيرة جدا أي حد بيخش قط لبس النادي الأهلي وبيخش مختار التتش بيكون فيه نسجام سريع بالخبرات الكبيرة والوعي الكبير جدا لعبة النادي الأهلي استقبال كان أكثر من رائع سواء من ميستر كولر اللي كان فيه جلسة مهمة جدا جمعيته بوسامة الحقيقة شرح له متطلبات النادي الأهلي الفترة القادمة النادي الأهلي بيطالب بكل مباراة بالفوز كل البطولات لابد نكون في دولة بطولات النادي الأهلي الراجل عنده وعي كبير جدا لحقيقة أوسام سنه صغير لكن ثقافته القروية مميزة جدا شفناه في التدريبات وشفناه في بعض الأمور كده لا إضافة إن شاء الله بإذن الله لكن كريم أنت عارف يعني الحسم في هذا الأمر وكابتنها طبعا كابتن أسامة يعني طبعا أكثر مني بشكل كبير في هذا الأمر هي المباراة الودية المباراة الودية هي اللي هتبين مدى الانسجام مدى الشغف مدى الرغبة الكبيرة جدا لحسام وأيضا كمان عمر كمال الصفقة المميزة جدا اللي طبعا متواجدة في منتخبنا الوطني وجوده كمان إضافة فيمكن مجلس الدارة اشتغل بشكل كبير جدا وبهدوء على الصفقات في احتياجات الفريق فقط لغير فان شاء الله وسام يكون إضافة وعمر يكون إضافة وأيضا كمان كل سكوات فريقة للنادي الأهلي يكون الرغبة متجددة يكون الأداء مميز جدا لأن جمهور النادي الأهلي عنده أمل كبير جدا لفترة قادمة مع فريقة النادي الأهلي في كل البطولات زي ما قلنا سواء على المستوى المحلي أو المستوى الافريقي جدا جدا شكرا كنا والكريم أكيد على هذه التغطية والتقرير الرائع جدا شكرا زمان العديد